استقبل مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة طلاب من درسة النيل بمدينة السادس من أكتوبر الذين قاموا اليوم بجولتين في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية وخلال جولتهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تقديم شرح وافل للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام بهدف استعاب الزيادة السكانية في مجتمعات حضرية مخططة وكذلك توفير فرص العمل والاستثمار كما تمت الإشارة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومخططها وأهم مكوناتها التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها والتي تشمل الحية الحكومي وعددا من الأحياء السكانية والمنطقة المركزية للأعمال التي تضم عشرين برجا منها البرج الأيقوني وكذا مسجد مصر والكاتدرائية ومدينة الفنون والثقافة وغيرها من المشروعات الهمة كما تم استعراض شبكة الطرق التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة وأعرب الطلاب عن فخرهم بما شهدوه من إنجازات للدولة تعبر عن جهود كبيرة تم بزلها خلال السنوات الماضية كما تفكر. شكرا